السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد تعالى أفضل الصلاة وأتمنى التسليم يا جماعة شير يا جماعة شير مشاركة لأن الصفحة عليها بلاغات عليها كمية كبيرة جدا جدا من البلاغات الدون الشير الدون المرصقات والله متكيفين كيف كبير كثير جدا كمية بتاعت كيف ناطة بي كمية بتاعت معنويات عالية جدا 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 أول حاجة أنا قلت لك في اللايق قلت لك الضربة تحت الحصحي صديق بعد ما ننتهي حتشوف الفيديوهات وحتسمع السكلة وجقلبها الضربة جابوا لك التصوير جابوا لك ده وجابوا لك الناس جوها الضربة ما كانت في نار أرجع الفيديوهات وشوف بعينك شوف في نار مولع شوف الحلة بتاعتلك الحللة الثلاثة الأربعة دين انكشحا عشان الناس دين عندهم هواية بتاع التمثيل بيفكروا خيالا واسع دارين استثمر أي حاجة واستفيدوا من أي حاجة الضربة قدر ما تكون بالملي بتلقى الصراخ عالي كل ما تضربة كانت بالملي بتسمع الصوت عالي كل ما تضربة كانت موجعة صراخ بيكون عالي لاحظت للضرب شنو عندك عربات جنب وانواقفة مدمر حتى حتى العربات دين ما تضربت في مكان هذا العربات دين جابوا بيه الناس المضروبة دين جابوها هنا الناس المضروبة دين جابوها بعربات دين هنا وقفوهم ونزلوا الناس دين هنا في المكان دا يخمع أقول خيمة ما تتحرك طيران يضرب بيرميل وخيمة ما تتحرك الشي ضربهم بيتراب تقالين رأسنا دا فيه وقنبور كذب طلص نفاق مشاهد من الف ليلة والهلاء طيران من الهلاء ضربكم معروف وين ضربكم لقاكم متلمين وين عارف ضربكم وين وانا قلت الكلام قلت في مصنع النسور كمية بتاعت عربات كانت جوة واقفة ولا متوقعين جغمكم جغمة حارة خلاص حتقدروا تصوروا جوة تقولوا والله يضربون هنا ودين كده ما حتقدرون جبتوا العربات المكسلة لزيتوها وجبتوا الناس بهنا نزلتهم في الوقت وخطيتوهم واحد خطل ليه كرسي الشي مضروب الكرسي ما بيتكسر وهو كان بدم معقولة احنا تقالين ان احنا من الضعين احنا ما من الضعين احنا لو من الضعين بنصدق كلامكم دا لو احنا من الضعين بنصدق كلامكم دا لكن احنا ما من الضعين الناس تصدق تحمي التعايش بتصدق المناظر حقتكم دا لكن احنا في فيديو بنقعد نراجعوا ستة سبعة تمانية مرات تمانية مرات بنراجعوا كده بن عين التفاصيل الصغيرة حلّة حلّة ماتن لكن بتاع ما يدى فيك طبلية بتاع الجزاز ماتتكسر طبلية بتاع الجزاز ماتتكسر ضربكم بمويا رشوكم بخراطيش الضربة ما كانت هنا الضربة كانت تاني في محل تاني لأنه شهود عيام من هناك تواصلوا ضربة مرة موت بالجملة شباب اتنين وعشرين واحد وعشرين تلاتة وعشرين بس هنا ما فيهم شباب كمية بتاعت ولادات كمية بتاعت جزران ما طبيعية انجغموا وده الصح ده الحقيقة ما تبعدوا الدسو شبابكم هالليل انجغموا كميات كبيرة اقلّة حاجة ماتين تلتمية كلهم دنيا زائلة ما تقعوا التركية احنا شفت المنخ الناس اللي قاعدين دير والله العظيم والله العظيم المعلومة قبل ما تقوله انت احنا بتصلنا قبل ما انت تطلع وتتكلم بيكون الدون اللي عمينا الطيارة تجي فوق في الهواء احنا بنكون عارفين ما الطيارة جاي تضربك يا ويسخ ما تقعوا تصوروا تجيب الخيمة وتجيب الناس وترجد المرأة روك دي كده ودي تبكي بيه هنا وتكورك بيه هنا وجاي براجل يمثل والله فتشنا الحصحيصة بيت بيت قروبات الحصحيصة شارع شارع الخلقة دي ملقينا هناك الراجل البيب كده فتشنا الحصحيصة بيت بيت تقعوا الحصحيصة دي شنو أقول لها أهل يتقع لهم كلهم منك ومناك وانتشاد والنيجر لا لا دي كلهم أهل بيتعرفهم الراجل اللي جايبين ومسر الدور بتاع البيب كده قلتوا تجيبوه مرة احتمال كان اللي كفيه تبدو عدوكم يفتني فليقوا النفتين الناس تصدق لكي جايبين لكم راجل والله دمع ما نزلها وحارس التحولين دو الدور حتين يجعل يعني ما حزنان طبيعي معا سؤال كوب ليه حتين حزين بكع يعني ما جايبينه بيبكي من اللوة قبل ما تزاله وللجي نبي الدردق بالواطج اللا بيته نظيفة قلت لها تعال مسل الدور دا تعال مسل الدور دا الضربة ما كانت هنا الضربة كانت موجعة ومؤلمة الضربة كانت في الحطة الصاح الضربة كانت بالمل المتر مجيأس بالمل موجهة الضربة خلتكم فادينا التوازن ما قادرين تسبقوا لكم قصة ضربة كبيرة جدا 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 في الجهات كلها لو رجحتها تاني طلع ليك حتة بتاعت نار محروقة محلات المرة الواقعة جوه البرندة محلات المرة تلك دي دي قامت من البنبر رجد السلواطة قامت من البنبر رجد حالتها متكشحت الضربت بشنو حالتها متكشحت الحالة الفيئة لكن متكشحت جابت من البنبر رجد السلواطة والخيمة الفوق ما تقطعت الخيمة ولا تحركت ولا تحركت يا اخو ما اقول ده الطيارة بشنو ضربوكو والواطة ولا في حفرة ولا في اي حاجة ولا في اي حاجة ولا في اي حاجة تهدد ما اقول ده الشيه ده شنو ده احنا ما بنشوفه شفنا الطيران شفنا البراميل شفنا البراميل تمثيلية فاشلة انتو ضربتو انضربتو لكن الضربة كانت موجعة وفي الحتة الصحي وما بتقدروا تكونوا رجال تمشوا تعرضوا لنا العربات موجة تضربتو فاكرين واقع قلات المجتمع الدولي قسما بالله العظيم ولو كان حقيقة وانضربتو نحنا تاني نقول دب اللي لو ديت كلهم معاك ونقعدين هناك ومن الناس الناس التاني المدني تاني نقول دب اللي اتا غابي ولا ايشنو ما في زول بيرفع يدو منك ما في زول بيرفع يدو منك لانك اتا مزنب ومدان وانتا جنجويدي وانتا مستعمر وانتا زول ما عندك اخلاق ولا عندك شرف ولا عندك دين تتبات كده تتمسح بيك الارض احنا لو لقينا الالف استخدموا معاك الالفين استخدموا معاك احنا ما دارين نشوفكم يا ريمم يا خناي تتبك كمالب ما اقول تراجد ما اقول ترجال ما الكون بتتبكوا ما الكون بتتجاروا تكذبوا لسه ده بسيط البلة التاني بتعضعين بتعضعين كمية كبيرة وفي منطقة جنب ضعين حكاية بطالة ديك فيها مخزن مستودح كبير جدا شوف النازل الشواطين كيف عندهم مخازن يعني ما كمية كبيرة فيها حاجات وقام ما شالت قالوا الداويد قالوا في الحلة ما يخدتوا اخدتها برا عشان لو ضربت هنا ولا ضربت هنا يكون عندهم بديل برا في منطقة قريبة اللي هنغرية ما بعيدة من هن شوف الجيش تا عارف المعلومة بالتفصيل الشير يا جماعة الشير عشان ما يضرب اللايف ويضيع اللايف وما نلقى بعدين المعلومة عند الجيش بك تفصيل ضرب لهم الضعين ضرب لهم الضعين ضرب لهم المستودع الأول وضرب المستودع التاني وضرب المستودع التالي وبعد ده ما خلا خلاص ديلك عنده انواحة هناك كبير مش هضربوا ليهم برضو شفتوا زولة شير الفيديو بصور في منطقة حصيرة كده وفيها نيران بحوالينا وقال بيقول لك ديلك الاسلامين ودير الكيزان ده اكبر محل بالتحسلح هناك اكبر مستودع بالتحسلح انت كنت عارف لا احنا عارفين لا الجيش عنده المعلومة الجيش عنده المعلومة ما ضرب المناطق الجنبو ولا ضرب هنا ولا بي هنا ضربوا بالملي متر بالملي متر ضربه عشان تعرف انه الجيش عنده المعلومة طيران دغيق جدا 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 ولدق منه الزخيرة الروسية موجهة رصمي شعبي حاجة ما تخلص شوكولاتة شوكولاتة وأجود انواع الشوكولاتة تعكل ما تدي جنبك ملخ لك لون بتاعهم بتاع الدعين وملخ لونه الثاني الجنب الغري الجنبو كده هناك خلاص ده اللي امداد الدخل امداد دخل قبل يوم امداد دخل قبل يوم الكلام ده دخل قبل يوم نزلوا بها الجيش اللي لنا مشه سلم عليهم وانتحى منهم بها خلاهم تشتر ضربة كبيرة جدا 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 جبلوا لي المسلس الآن شغالين في المسلس نحط يمين شمال يمين شمال في المسلس تعال امسك بيك حدس ولا حرج تعال امسك حوالي المناقل هناك الهدى حكاية امسك من الحصحي طريق كله المناطب تاع الصراع صير وانت ماشي ليه طابط اليه الفريجاب والزاكولة كلها بل طيران طيران رزع هنا دل 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 شغالين فيهم ده ما شغال بتاعنا صح بامانة بامانة ده ما شغال طبيعي طلعتاشر طيارة في واحد يوم داك بالناس بيتكلموا في اللايفات بيقول لك احنا عندنا طيارتين وطيارتين انا بقول لك الليلة طلعتاشر طيارة واتحداك ازال لو طلع الرغم ده ما دقيق طلعتاشر طيارة في وقت واحد في كل السودان ازال من الكلام ده لو الليلة الكلام ده ما دقيق بالملي تلتاشر طيارة بيصدق تلتاشر طيارة في وقت واحد في جميع الحال سودان الفاشر بهنا دق سبعة اتشارات تمانية اتشارات جغامون ودقوا عربات ماشا دي ولا محسو ولا ناس شافتها تعال بهين شامبات دقوا ليهون اربعين دليل في شامبات بالمل متر جغاما بالمل متر مدني ماشاء الله الحوش حول الحوش ماشاء الله تعال بهنا قبل موية حدث ولا حرك يعني شغل متكلف سبع عربات طلعا من المزموم ما شاءت على ارو تياها النيل اللزرق انجغاما سبع عربات سبع عربات اتحركة من هناك انجغاما شغل ده ما شغل طبيعي لنا ده ما شغل خلاص بي مش كده يشتغل زي لا لا شغل ده بعديه في عاصفة شغل ده بيستمر يوم يومين ثلاثة لكن بعديه في عاصفة بعديه بيبشر بعاصفة كبيرة جدا ده ما شغل بتاع لحظات ولا شغل بتاع دق كده وعابره لا لا شغل بتاع نجادة ده شغل بتاع نجادة جديد الجاي نجادة القصة يمو الوضع طيب اللي يمر طيب ما شاء الله متمكنين ما شاء الله مخازننا مليانة ما شاء الله طيراننا راقد ما شاء الله مسيراتنا راقدة ما شاء الله مدافعنا راقدة عدتنا جديدة ما شاء الله كل شي تمام بعد كده دارين نسمع نشوف آدم هاروم محور الفرق آدم هاروم الخياري بحنا دارين نشوفكم المتحرك الغربي سنار بعد التغيير خلاص بعد كده احنا ومنا نقول لكم بك احتمال في حاجات لكن انا عندي هانت هانت خلاص بإذن الله تعالى هانت القصة خلصانة القصة خلصانة البكة والألم والوجع والكوراك ده ده تعرف انه الضربات ده المؤلمة مؤلمة 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 ناس زي في الضعين بيبكوا في ناس في الضعين أسر طلعت في أسر في الضعين طلعت مشت خلاص طلعت شالت ستفت مرقت في ناس طلعوا في بدو خلاص بعد كده ما يرقين ليه لانه احنا كلمناهن ووريناهن ونشمنا لك الفيديو وقلنا لك ده الناس المشتركة قريبين للضعين ما بعيدين ما بعيدين حديد جديد نزلنا لك كرت كرتون سلاح جديد مدافع كله وممكن الليلة يبدو فيك تدوين عادي ما تستغرب يعني الليلة لو بدت فيك الدانات ما تستغرب الناس دين قريبين لهم طيران ده بمهد وبقرة بجوك بعد بقرة بجوك ما بعيدين بس حفصين الغرار والغرار بس ببرهان يقول لهم إثماء كله الغرار عند البرهان كله ياهو الغايد العام لغاية الشعب المسلح هو المزهول من مشتركة ومزهول من الجيش ومزهول من جهاز الأمن ومن المجهدين ومن كله الغرار الآن عنده الليلة فك اللي جاء للمشتركة بكرة تجاون جوا ما ستجابي لك ما دبوا المعاملة كيف العربات قاعدة مردة مقدام الضعيم ما بعيدة منهم والله ما بعيدة منهم نزلنا لك نزلنا لك عربات ما شاء الله تبارك الله ما ستفجاه زي مورة واضحة الناس شغولهم واضح ما شغولهم باللف والدوران حارسين التعليمات الأخيرة حارسين فك اللجام الحقيقي وفك اللجام أبشرك جاي فك اللجام جاي جاي ما هو ما في حلل ما يقول لك فيه اتفاق وبيعملوا ما بيعملوا ولا عندهم حاجة هالناس زلد أريني ماطلوا 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 لا ننتهد والبنج يزول يقول لتانا أنا انتهد انجزت وخلاص القصة انتهد لكن ما بيتم اتفاق طالما الزول الله في السهنون دالله في من السودانين في المطاعم وعمل نفسه دال يخش علينا وياكل فوننا ويحنا نقول يا سلام بحبنا بنقرهكم ونحتغركم ونحتغر أي جنسية شفت بتدبع لكم ونتو ما عندنا لكم حاجة كده في الله في الله بنقرهكم لأنكم لا بتتعاشروا ولا بتتطاقوا البطاقوا قلناك حاط شفت وسخ زي يكون حتى نطيقكم لكن سوداني أصير ما بيكره أي ذون منكم ما تقعد تريف وتقعد من مطعم لمطعم وخلاص احنا حبيناك وكلك إنه ونعمل لك حاشتاغ قم شف شغلتك شف شغلتك برا كلام فاطي برا معاك برا جنجوي قصة منتهية قصة منتهية قفلنا الباب قفلنا الباب والمفاوضات لساقا لك الوفد السوداني ما جاء وفد السوداني ما وصل فيتا أخير لسا على الوفد السوداني لسا على الوفد السوداني ما وصل الغاهرة الوفد الأمريكي لكن الوفد السوداني ما وصل لإلآن لإلآن ما وصل ما بيزاجوي يبهي يدلع ملوحك منتصر في الميدان كلمته واحدة أبي يتubenUC هذا سوء لا بليف لأبدوير ما بقعد ما بقعد جابوا لينا امريكا جبتوا لينا منه ما بنا قعد الوضع بيقى غير مختلف الان احنا عندنا علاقات فوق عندنا محور الان احنا ماشيين صاح امورنا طيبة وواضحة نتدلع نعمل بكيفنا وبمزاجنا ما في ظل بيفرض علينا ما بنا مشي الاول نقعد ولا بنا بنا مشي يلقونا قاعدين حرسنهم قاعدين جوا حرسنهم زي القحاطة زي القحاطة انا من يطوب منه وانا اتبعت قونق لا لا احنا الحكومة سودانية يعني الوضع كله عامة سياسيا عسكريا كله مطمن ومشرف وبالليلة شغل بتاع المناطق ده شغل مطمن ومشرف شغل مطمن وشغل مشرف عندي رسالة للشركات الفي الشمالية شركات بتاعت التعدين الفي الشمالية رسالة ليهو انه الان الوضع في الشمالية محتاجين للاليات وللحفارات اللي بتحفروا بيها انتو طالما مستفرين من البلد دي وطالما بتشيلوا ذهابا وحتلوا بالقروش بالنهاية المستفيد الان الناس دي الفيضيق ومحتاجين للاليات في ده اساسا التنغيب اللي يمات دي واقف مفروض الاليات كلها تكون في خدمة المواطنين اللي يمات دي في الشمالية كل الناس الناس ذاته ناس الشمالية سجلوا بيقيف معاكم والما بيقيف معاكم لو ما لقيتوه ناسا الناس وقفت معاكم ناسا يقيفوا معاكم بيتين يقيفوا معاكم بيتين لازم الناس تقيف معاكم الان عشان انتو تشوفوا صليحكم من عدوكم كل الشركات مفروض الان الاليات كلها تكون تحت خدمتكم تترسوا لانه جاي امطار ويتم امود عودين على الامطار ومحتاجين الاليات دي عشان تعمل تروس عشان تبعد السهل منكم عشان حاجات كثيرة لازم الان الاليات دي كلها تقيف معاكم لازم الشركات دي تقيف معاكم لازم الاليات دي تكون داخل الغرة داخل المدد لو لغدر الله حصلت اي حاجة لو حصلت اي حاجة لازم تكون موجودة تفتح الطرق تعمل كذا لازم لازم ما خلاص احنا الان في محنة لازم يقيفوا لازم يقيفوا لازم يقيفوا لازم يقيفوا الان الوضع كله كارثي هناك في الشمالية وضع كارثي موية اول مرة تجيوه محتاجين للشيولات محتاجين لللودرات محتاجين في البحر تتريس محتاجين مجرسيل تتريس محتاجين لحاجات كتيرة لازم الان الشركات تتعاوم مع المواطنين في الشمالية لازم الشركات كلها تقيف وتتعاوم معهم دي رسالة للناس الشركات اللي ما دلتوا ما شغالين خلوا الشركات تخش المدن تقيف مع الناس تكون شغالة جاهزة في المطر في كل حاجة تساعد الناس تفتح الطرق تضبط عشان فعلا الناس الشمالية يحسوا بانكم وقفتوا معاونوا ما يحسوا انكم تتعين مصالح بس جايين حفرك حفرك شيلك حفرك حفرك شيلك ما عادي بيمنعك والله يمنعك غسما بالله العظيم في السودان الجديد جاي والله يمنعك وغسما بالله يمنعك والله لو كان شفت شركة بتاعت البرهان يمنعك ما دي ملدهم دي ملدهم حقتهم ولو ما الحاجة لو ما كفت اهل البيت تحرم علي الجيران تحرم علي الجيران وذي شركتهم وحقتهم الناس الناس عايشين معنا مما قوم نجينا اخواننا في جنوب السودان معنا كنا عايشين ما شاء الله اختصابنا ما شليون حاجاتنا فتريتتنا عيشنا حاجاتنا كلها مجرد ما شموا نفت لازلوا طرق فصلوا مشوا شالوا مشوا دي جاونا الدهب قالوا لا وحدا جاونا الدهب في بلدنا راضي وقلوا لا دهب تحفر هنا طلع دهب الناس يقول لا جات ممكن كانوا يبقوا يقول لك لا لا دارين دولتنا وداريننا مفصل ده الفريق من حقه ونقول اي حاجة لكن دي الناس اصل لا بعين ده ده سودان الدهب يستفيد منه الشمال والشرق والجنوب ما سمعه ذول كلمة شينة ولا قالوا لذول كلمة شينة ولا يتكلموا ولا منعوا ولا وقفوا ولا ولا مع انه هناك البطرون لما انطلع هذا كل دول ده حقنا وده بطرودنا وفي ارضنا وده حقنا وده حقنا وده حقنا وده حقنا وده حقنا قدوا رأسنا بحقنا شاء لهم ما شو الان للناس الشركات لا على نص الشمال لهم الحق تقيفوا معاهم تقيفوا معاهم زي ما بتشيلوا من حاجاتهم وحتى لو بالطراضي ولا غير طراضي دلوقفة بتاعتكم بتدي احساس بانه فعلا يعني فيكم خير شركات فيكم خير انكم ما جاين يعني حتى ناس المستحيل اجا شيل دهب من منطقة والمنطقة كلها موية وكلها طين وكلها بيوت مكسر وكلها حيط مكسر تيجي تستفيد وانا ما استفيد لقدام الدهب خمسين متر والله العظيم ما تشيل لك دهب بيتنا طين اخذر وبيتنا مكسر وشارعنا مكسر وما عندنا ممرات وانت تي تشيل والدهب ومن بلدانا وقدامانا وغسم بالله ما تشيله لو الغيامة قامت حاجات كثيرة مفروض تتغير مفروض منطقة الدهب دي تكون كلها عمارات وكلها فيل لانه دهب عندهم فيها حق عندهم فيها حتى لو شرك عندهم فيها عندهم فيها لكن ما شفنا اي تنمية ما شفنا اي طرق ما شفنا اي حاية ما شفنا سبالوغا شفنا طين وشفنا بيوت طين وشفنا ازيار وشفنا شفنا لكن ما شفنا عندهم اي حاية ما عندهم الدهب مستفيد منه كل السودان الا هم المستفادوا منه استفادوا منه المرض استفادوا منه السرطان استفادوا منه الغازات اللي بتعمل دهتك في الرئة استفادوا منه شنو لازم الناس تقيف معهم ولازم الوضع الجديد الشركات دي لأي حاجة للدهب المناطق نحت الدهب عندها نسبة من نسبة ليه ونهون تنمية لأنهم لا شفنا مدارس ولا شفنا حاجة ولا عندهم ولا عندهم أي حاجة ولا عندهم أي شيء شفنا في السيول دي 40-20-30 بيت هتكسب جيب صورة شمالية ولفة سودان كله طلع لك منطقة زي ما بتلقى مع أنه دي أغنى منطقة الآن بالدهب الكلام ده واضح عشان إحنا لما نتكلم عن الشمالية ندون حقهم أنا ما من الشمالية ولا أهل من الشمالية لكن الصح صح والغلط غلط دي بالنسبة لنا غدوة بنحترمهم وبنغدرهم لأنهم لا إصدروا علينا ولا رفعوا نخرتهم علينا ولا طردونا ولا بالعكس احترمونا وفتحوا بلادهم لكل زول جاي يشيل دهب لبقوا لدي ما بلدك لبقوا لغاية أي زول بيشيل الآن عندهم الحوجة بتاعة الشركات مفروض الناس كلها تقف معهم الناس كلها الساعد الناس كلها تدعم الخيام مفروض تجي خاصة شركات الدهب مفروض اللذوية تجي أمصال العقارب تجي الخيام تجي اللودرات تشتغل الآن كله مفروض تجيبوا انتو لأنه لو ملقوك الآن الثاني ما تحلم تشيل لك دهبا إن بيجد قلت لك البرهان ما بتشيلها ودي الحقيقة الناس تفهمها ومن حقه والغانون في الدستور بتكتب له لأنه ده صح هي منطقة عندها عندها الدولة عندها فيها نسبة لكن المواطن عنده النسبة اللعلى فيها لأنه ده منطقته كل دول بتكلم منطقتين منطقتين اللي هم بيقولوا سودان 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 كل الناس بتتكلم مناطق وهم بيقولوا سودان 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 شفنا الحاصل عشان كده الآن بنوصي الشركات أنها تقيف معاهم تدعمهم بكل الحاجات كل الشركات الآن تعمل حاجة تجيب اللذوية تجيب كل حاجة حتى البيوت اللي تهدد تحاول تساعد في بناء يحاولوا يعملوا شركة التعديل النسبة بتاعتهم لازم الآن تطلع لهم تتعامل لهم لازم الآن الخيم حقاتهم الحاجاتهم الدارين لازم تطلع الآن الآن هو محتاج الله لو ما لقوا الآن يلقوا بتين لازم الآن لأنه ما شفنا منه نزول طلع ولا زول يتكلم لأنه لما يشوفوه نعيب لكن ده ما دواجب الدولة تجاهه الناس اللي اتعرضوا لأكبر كارثة لكن الناس ما شعر بها لأننا نحن في حالة بتاعتحارب كارثة اللي اتعرضوا لها دي دي كارثة كبيرة جدا جدا نحن ما حسنا بها لأنه نحن ذات السودان كله كوارث لكن كارثة كانت أفجع حاجة كبيرة جدا 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 تهجير كبير جدا جوع حاجات حياة كلها كلها تمسحة فالناس محتاجين دعم محتاجين وقفها نحن في حرب لكن برضو ده من الحاجات الناس بتقيف فيها لأنهم ما قصروا معنا ووقفوا معنا لازم نذكرهم بالخير ولازم نقول الحاجة المحتاجين عشان الناس تقيف معهم عشان الناس تقيف معهم رسالة أخيرة للنخبة السياسية والإعلام المضلل والناس المعندها شرف ومعندها قيمة أسمعوا الكلام ده السودان ده خلاص انتهى من القديم 15 أبريل 2023 ده انتهينا منه ده عبرنا وليه قدام ليه قدام ما شير ليه قدام انتوا ما في انتوا لأحزاب ما في أسمع الكلام اللي بقولوا ليه لأنه ده شفت لو كتلونا كلنا ما بتبقى أحزاب ما بتبقى أحزاب سودانية تاني ما بتبقى الآن لأنه الأحزاب دي كلها تكونت ما تكونت عشانان المواضي ولا تكونت بمشروع وطني متكامل داني نبنو تكونت لمشاريع خارجية إما بريطانيا إما مصر والباقيين العراق ومشى سمى ومشى سمى كل زول بيسمي لبرة عشان أجبوا عملوا حزاب عشان لمو باق روش يعني ما حزاب عشان ابنوا وطن ولا يعملوا لك مزهرة أتحداك وأتحدى أي حزيب جيبون كلهم ليمون ونخدهم في غرفة واحدة ونتحداهم إحنا الشعب السودان تعالوا طلوا علينا مزهرة واحدة بإنه توالينا في السودان عندك أربع ديموراطيات مسكتوا من ستة وخمسين بعد المستعمر مسكتوا أربع ستين مسكتوا عندك خمس ستة وتمالين مسكتوا 2019 مسكتوا قدونا مزيرة بإنه توالينا إحنا كشعب السوداني قدونا مشروع وطني بتحزي جدتوا إحنا عندنا مشروع وطني كده 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 قدونا حاجة عاملتوا علينا عشان إحنا نبكي عليكم عشان إحنا نجيبكم داني ما إحنا دارين نعالج مشكلتنا ويتو عارفين عندنا مشكلة وقدتوا دارين نعالج المشكلة من جزورة أنتو مشكلتنا من جزورة انتم مشكلة السودان من جزورها مشكلة بدت من الادارة الاهلية بتاعتكم 1919 وسفر لبريطانيا وتقديم في رضا الطاعة وشحدت البريطانيين قلت لهم تعالى حكمونا بلدنا فيها عبيد وفيها 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 بعد ذاك جات اتفاق الحزب الاتحاد اللسي قاعد مختلف انا اول مرة يلاقي اني المواطن مختلف سوداني مش يخترب عادي لكن حزب بيخترب انا اول مرة اشوفه في المراغنة دي المراغنة مهمة الله خلقنا وجومنا وعينا على الدنيا بلدنا مخترب قاعد في مصر ايه احكم فترة ويجرب هناك مصر ليه السبب شو احنا شعبي متخلف اشتريتنا اتا حقين جدك نحنا انت سيدنا اتا عندك ثلاثة ياد وستة ارجل اتا منه ذاتك احنا ذاتك ما عارف انت منه انت من وين انت جيتنا منه انت شيطان اتا جعل السودان ده ثاني بيتحكم بحزب وبيتحكم بكلام فاضي وعماله وسخ قال سمع بالله العظيمات بنتحكم كده نهاية نهاية ما بنتحكم ما عندكم مشاريع وطنية ما عندكم كوادر علمية ما عندكم ناس موهلة تديروا ليكم روضة تديروا ليكم غرية تديروا ليكم ما عندكم ما عندكم يعني تجيني في حكومة خالي السينك مريم بيت المهرين ابراهيم انتو نفسكم طورتوها خلي حزبكم اتوا في اشخاصكم ادونا بمريم خريجة طب اسنان حصل يوم سمحتوها عملت ليها حاجة كده اعجاز علمي كبير جدا والعالم يتكلم عنها حصل يوم شفتوها بتقلع لا في درس حصل يوم شفتوها بتعمل لا في طاقم حصل شفتوها بتعمل لا في عملية ما حصل في مجالة فاشلة مجالة للدرسة فيه حق فاشلة خالي السينك هندسة في عملت هندستة وين انت حصل يوم لقيناك شغال في بلدية ولا شغال في ولاية ولا شغال بتخطط في ارض ولا بتعمل في عمارة ولا واقف زيك وزي الريال ما حصل دارت هندس شنو طيب عندنا ما عندك حاجة كل زول في وظيفته في تخصصه فاشلة ما عالم احنا كشعب سوداني محتاجين اي سوداني في الحاجة التخصص يكون نابغة يكون بضربه بالمسأل عنده يطلع كتاب يقول لك دانا يدتوا عندكم ما عندكم عندكم بتقدروا تقل ما عندكم ما عملتوا حاجة ما غيرتها اي حاجة ياسر عرمان مستشار عمدو خرج سانوي والباقي تماشي على شنطة لجونقرن كل الموهلاته شيال شنطة معرض لجونقرن وشيال بتاع شنطة بس مدني جرادل يتخرجوا بمساكلة منظمة بيغرش بيع من الكيزان شنو يعني عملتوا لنا شنو حمدو موهلاته دكتورة في شنو في الاقتصاد الزراعي عمل شنو في مجاله عشان احنا نجيبه ونخده والله حمدو كان قاعد في اللمم المتحدة قاعد شنو شغال شنو هو الامين العام للمم المتحدة لا هو بيضع لون الخطط الاستراتيجية للأمين المتحدة لا هم مال شنو هو عبارة عن سيستيم سيستيم بدخل معلومات تطلع بهناك المعلومة قاعد في رواء في زنبابوي شهرين ثلاثة خلي حلاو حربة بشوال بتاع قروش دار تشتري حلاو حربة في زنبابوي تشلك شوال قروش عشان تشتري حلاو حربة دمر اقتصاده في ثلاثة شهور سلمنا النقد الدولي كفيران لتجارب عنده حاجة تاني ظاهرة عمله في الكون عشان احنا نمشي نجيبه خطط له نصب ما عنده اي حاجة لا يفقه حاجة اكتر حاجة فاهم فيها الويسكي نوع الجيد والفوذكا النوع الجيد جلل بيفهم فيه كويس لكن تاني علم ما عنده علاقة بالعلم لان احنا جربنا ما حقوله قصة انا شفتها بعيني لما نجمسك اجتماع في السعودية سألهم قال لهم وين المشروع الدالين تعملوا وانت جايبين لك خياط وانت جايبين لك احنا ترزيم ها جايبين لك عشان تخصل لنا مشروع بفكرك بمنهجك برأسك الكثير ده تزال القحاطي تقول لدي لي مشروعك هو لو القحاطي عنده مشروع بيجيبك انت هو لو القحاطي عنده مشروع وطني وعنده مشروع اقتصادي بيجيبك انت القحاطي ما عنده مشروع نهاي لا يفهم ذاته مشروع شنو يعرف جابك انت انت تفتش للقاحب عشان تطبق احنا جايبينك مطبقات ولا جايبينك مفتكر احنا جايبينك رجل خارق عندك داء عندك معلومات عندك حاجات عندك خبرة ذات تطور لقناك فاشل ما عندك حاجة عشان كذا تجاي ما في حساب يا جماعة الديمقراطية ما في تعريف ارجعوا للكتب ارجعوا لأي حاجة ما بتلقى الديمقراطية لازم اللحظات تكون موجودة ما فيه دمقراطية ما فيها تعريف كذا الديمقراطية ان يحكم الشعب نفسه ده تعريفه في حزب هنا في هنا حزب اوما في هنا حزب بتاع موطمر وطني في موطمر شعبي في حزب بتاع ما فيه في شيوعي ما فيه يحكم الشعب نفسه احنا كشعب سؤالك مواطن سوداني دائر احكم نفسي كيف انا دائر نفسي الانتخابات الجماهيرية او الشعبية جدا ما لك عبارة فيها شنو ما دمقراطية الناس تجي تترشح الشعبي اختارت دائره برلمان كامل للشعب السوداني كفاءة وطنية مستغلة لا حزبية كل زول عنده مشروع وطني كل زول عنده حاجة في راسه بنزلها لك في الورد بيطبقها لك في الوطا مشروعه في راسه موجود ينزلوا لك في ورد كثير يطبقوا لك في الوطا احنا ذهرين زي دير علماء ندوهنا السودان دا ونقول لنا استسسولينا حكومة السيسية واستسولينا البلد دي واخدتوا لنا حجر الاساس واحنا معاكم دعمين نكون اقعدوا تلاتة اربعة احنا ما شف قانين ولا ذهرين نقاسي احنا دارين دستور دائم تخدتوا لنا هناك بعيد الرئيس اللي بيجي باحتكم يلقى الدستور الدائم دا بس يقعد كأنه بس بيقروا بنفس ما دارين منك ونبتر من تأسيس السودان لانه يا جماعة التأسيس لازم بيعول امال لكن يجيب بجت المهدي وجيب ود المهدي وجيب بابكر فيصل ويجيب التعايش ويجيب ولون تعالى تأسيسه يأسيسه اشنا يا جماعة يا جماعة التأسيس دا ما بيفهمهم والله العظيم اكاديميا ما بيفهمهم ما عندهم حاجة الناس دا ما في شي الناس دا ما فهمين ما عارفين مشروع وطني ما عارفين الفرق بين المشروع الوطني والدستور الوسيقى الدستورية دي فتكرى انه دا المشروع الوطني الوسيقى الدستورية وناموا علىه بلطوا عليه الناس دا المفروض يكون عندهم مشروع وطني بعد 2011 11 مجرد ناجي رئيس الوزراء سلموا مشروعنا الوطني كامل ده المشروع اللي احنا دارين ننفذوا خطة لي مدة خمسة سنة نلقى فيه خط سكة حديد من هنا لي هنا نلقى مشروع الجزيرة نلقى زرعة قطن والمواطنين كلهم نلقى الاراضي من هنا لي هنا الزرعة نلقى الصمغة العربية عملنا لي مصنع داخل السودان والآن بيقى جوه السودان الصمغة السوداني نلقى 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 كلام ده مافي كلام ده كانوا بيشتغلوا لحاجة واحدة انوا يصلوا مرحلة يشيلوا ديون كل الخطة مبنية على الدين كل الخطة اللي تبنت في حكومة حمدوك ومعاول قحاطة على انوا يصلوا لمرحلة بتاعت الدين يشيلوا دين لانوا قالوا ان احنا مبنى تديكون دين الا تعملوا 1 2 3 4 5 6 وهم بدوا شغالين فيها كل قدروا ما يمشوا لي قدام قدون 2 مليار 2 مليار شهروا من النقد الدولي وكملوا في عربات وكملوا في عضة وكملوا في شيشة وكملوا في بنات وكملوا في مريسة وكملوا في تلاجب بتاعت ويسكي وكملوا هنا فالمشروع حقهم كان عبارة عن ديون المشروع حقهم ما دارين يتعبوا المشروع حقهم بيع السودان المشروع حقهم بيع الغرار السوداني المشروع حقهم بيع الصورة بيع الصورة السودانية وده النجح فيه لكن مشروع وطني متكامل احنا نجي نشوفه نقراه نختنع به ما فيه الله قال لنا دارين نعمل لكم سك حديد من الجنين لبرسودان ولا دارين نعمل بنية تحتية بتاعة المصاري ولا دارين نعمل حاجة ولا 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 عمل الحاجة الوحيدة اللي عملت سجن سجن حكومة مدنية جاية تبني الوطن والحريات اول انجاز لها سجن سجن كبير وحامدوك مش افتتحه حامدوك مفروض الحكومة المدنية تتهدى السيون كوبر ذي يتهدى الحكومة المدنية الجاية مدنية والجاية بأخلاقه شرف والله ما تعمل سجن انجاز الوحيدة اللي عملته الحكومة السنتين وستة شهور سجن بتاع سوبة سينينهم فيه المحتغلين ديل الاسرة ديل عملونه عملون ناس حامدوك ديل انجاز الوحيد سنتين تاني عندون انجاز ما عندون انجاز زرعوا ما زرعوا انتجوا ما انتجوا عندون خطة ما عندون عندون ما عندون عملش ما جوعون افقارون طيب يا غحاطة تاني انا اجيبكم ليه تاني انا اجيبكم ليه تحكم ما ذهد انكم ولو ادتوا بتمثلوا الديمقراطية في الارض احنا كفرنا به ولو ادتوا بتمثلوا المدنية في الارض احنا كفرنا به احنا الان دارين نختار العسكر ده احنا ما صالينا العسكر خسر ما بالله يبعد يرتب البلد ويرتب البيت الداخلي وامنه وامانه كله حاجة واحنا معاه ودعمينه جيشون واحد شعبون واحد وقت ما نقدر ونجد نفسنا اننا قادرين نعمل انتخابات شعبية شعبية نطلب من العسكر يفتح لنا الصناديم تحت الانتخابات وواسغين فيه وواسغين فيه نزهته ليه؟ لانه بيناتنا سغة الان نحن والعسكر بيناتنا سغة كبيرة جدا جدا وواسغين العسكر ملخوننا تاني السغة دي جيبناها بالرجانة لا جيبناها بالقوة لا جيبناها بالمحبة جيبناها بالوحدة جيبناها بجيش واحد شعب واحد بنسغ فيه جيش يوم من الليام يفتح لنا صناديم الانتخابات وبنسغ فيه يجب لنا حكومة بتاعة كفاءات وطنية للبرلمان والبرلمان اختار الرئيس السوداني والحكومة تكون من البرلمان والبرلمان هو اللي بأسس لنا الدولة السودانية يضع لنا الدستورة الدائم برلمان ما برلمان فيه خالس سليك وبالتالمهدي والدالمهدي وابراهيم الشيخ لا لا برلمان فيه ناس دو قال أقل له واحد عنده في مجاله ناجح عنده حياته عمل كده عمل كده عمل كده عمل كده belie كده قده مشروعه لينا نحن اخترنا 18 ولاية كل ولاية 10 كفاية بالتساوي كل ولاية 10 تماما تماما الموضوع انتهى 180 180 برلمان سوداني من خيرة ابناء سودان مفوضين طفوض كامل شامل من الشعب السوداني لتأسيس السودان وإحنا معهم والله سوداني ذاسس غرار داخلي داخلي برلمان معه شعبه والله غرار داخلي داخلي والبلد كلها واحد احنا مدارين حاجة لكن انا ارجحكم عشان تجونا ماشينا سمرة ماشينا الغاهرة ماشينا بوزبي ماشينا سيوبيا ماشينا للكيني انتهينا خلاص احنا الآن ماشينا برى الامان انتم مشكلتنا وربنا سبحانه وتعالى عفانا منها لا فيه الشيطان بدخلكم ولا فيه دولة في العالم بدخلكم ولا فيه منظمة بدخلكم ولا فيه جينا الأحمد بدخلك لينا انت لو جاي جينا تعالنا بيلك تعالنا بيلك فقط لكن خلافنا بيلك ما عندك معانا حاجة دار تتبلغ تعالينا تتكلم عن حكومة سلطة ولا تحلم ولا فيه سوداني بيقبل ولا فيه سوداني سايب يقتضي بانه تاني حزاب حزبي ده كله انا حليتك انا حليت الاحزاب خلاص الاحزاب دي ما عاد تنفع وده الشعب السوداني شعب السوداني ما دارين اي حزاب كانوا واقفوا مع الجيش ما دارين احزاب دارين كفاءات وطنية الاحزاب دي خلاص لان ايته خلته الاحزاب بالنسبة لنا تكون عبارة عن مجرمين الاحزاب بالنسبة لنا شي منبوزة الان الاحزاب بالنسبة لنا غراصنا بتاع سلطة الاحزاب بالنسبة لنا عملاء احنا ما عملنا نحنا عملتوه انتو احنا ديناكم فرصة 2019 وقلنا لكم دي البلد ومعاكونا الشعب السوداني لو اختفتوا لكم كفاءات وطنية كفاءات حقيقية ما كفاءات مستجلبة وجبتوها مست طول بلد والبلد دي مشت الشعب السوداني ده كان بحليب بحياتكم وكان الشعب السوداني خدتاكم في عيونه وكان الشعب السوداني ما رضى فيكم ولا كلمة لكن للأسف 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 لأنكم ما عندكم فهم لأنكم ما عندكم حاجة تقدموها للشعب السوداني لأنكم عملة لأنكم عملة بتاع المستعمر عشان كده فشلتم عشان كده نحنا طريقنا واضح وطريقنا جميل ومفروش في الورود الحرب بالنسبة لنا الآن خلصانة خلصانة ولو ما خلصانة العالم ده ما بيك كل الناس في الدنيا ده الآن بتكلموا نفسي كلام ده يقول لك الحرب ده خلصانة ولو ما الدليل أنه أمريكا جارية معانا جايبنا من سويسرالي جد ودنا الغاهرة بوكرا نوديها هنا سايقنا سواقا سايقنا جارين بها هواء أمريكا زارتها جارين بها هواء جارين بها هواء عادين نحنا الآن نكلمك جارين بها هواء نجيب بيهينا بعد بخرا نقول لها خلاص نمشي نشاول نجيب نقول لها خلاص نعمل اجتماع تاني في وين بعد بعد نقول لها وين لحد ما نركبه لما نأمريكا تنطلفه قصة انتهد المتغطي بأمريكا والمجتمع الدولي في وجود شعب سوداني وجيش واحد وشعب واحد ده والله عريان قاعد ينفكوا لو كنت عندكم زر من الفهم ومن الوعي عمركم ما كنت ختلت نفسكم في الحدة السيادة لأنكم ما عندكم رؤية لي قدام ولأنكم اراضتكم مسلوبة ومشترين ضميركم بحاجة بسيطة بالنسبة لي ضمير الإنسان ضمير الإنسان ده ما عنده تمام لكن إنتم مشترينكم بحاجة بسيطة لو كان عندكم رؤية للمستقبل وعندكم حاجة بتعلمكم أنه في بلد جاية وكان عندكم نصيف فيها كنت وعيده لكن ما بتوعوا ربنا سبحانه وتعالى ما دائركم تكونوا معنا الناس تطمئين الناس تعرف أنه البلد جاية بإذن الله تعالى منتصرين شاء من شاء أبا من أبا إحنا منتصرين وبيكيفنا وما بيكيفه يرمان ما عندنا رجع لي وراء ولا في حاجة بتخلينا نخاف بإذن الله تعالى هانت والناس تصبر وتدعم جيشة وتقيف مع جيشة ودي اللفة الأخيرة ودي اللفة الأخيرة الناس تدعم جيشة وتقيف مع جيشة والانتصار جاي بإذن الله تعالى جربت 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 الله يديكم العافية